قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى السيدة جيورجا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة بجمهورية إيطاليا صديقة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق وأكد الرئيس السيسي أنه يتطلع للعمل معها في إطار الشراقة الراصخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضراتهما العظيمة ولمفيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء